صباح القدس صباح القدس لشباب المقاومة يضيئون الشموع للكنائس كما أضاءوا أيامنا القادمة ويسقطون شهداء الدفاع عن السلاح لتبقى الراية مرفوعة وما يجري بعيدا عن الانفعال في قرارات القيادات ليس فيه ارتجال بل فتنة مدفوعة بالتحريض الطائفي المسموم وهل اكتشفتم اليوم وجود السلاح بمفاعل رجعية ألم تشاركوا لسنوات في الحوار المعلوم تحت عنوان الخطة الدفاعية ولم تسمعوا رؤساء أمريكا وقادة الكيان وما يقولون فلماذا تنكرون أما وأنكم تعلمون فماذا تريدون هل تتوقعون أن التصعيد يحرج المقاومة ويدفعها إلى قبول المساومة أم أنكم تعلمون أنه طريق الفتن وزيادة المحن والتعريض بالوطن وبدلا من قول كلمة سواء تضمد الجراح يغريكم الإغواء بالتحريض على السلاح وصقف ما يمكن أن يجري أن تسال الدماء وتجري ويخرب البلد ويموت الأب والولد وتمنحون العدو فرصة الشماتة فلما هذه الاستماتة ونقاش قضية بهذا الحجم يحتاج إلى الهدوء وقت السلم فكيف في ذروة الانقسام؟ مع العلم أن البلد بلا رئيس ولا حكومة وقصته معلومة أليس بينكم عاقل؟ يهدئ النفوس ويتحدث بلغة العقل لا تغره الفلوس والكلمة لها ثقل فوزنها قنطار في مكانها إذا أحسن استخدامها فهي أداة الحلول وإذا تجندت للفتنة وتجند إعلامها خرج كل شيء عن المعقول فإلى أين تريدون الذهاب؟ والمقاومة لا تهاب مسيرتها تحدي وتضحيات لكنها تأبه لأن ينجر الوطن إلى الخراب والفتن فإلى الساح أيها العقال أطفئ النار بكلمات رادعة قبل أن ينفلت العقال وتقع الواقعة ولا تساعة مندمي علمت أم لم تعلمي رتبوا الأولويات على غير برامج السفارات ترجمة نانسي قنقر